اشتركوا في القناة في تجارب سابقة عبر المئة عام اللي راحت بدي احكي هيك بعض التجارب البسيطة بفترة ما قبل عام 2000 بسوريا حاولنا انه نعمل البعض من اللي بيتصنفوا كانوا بين قوسين علمانيين حاولنا انه نبني تجارب حوارية مع قوى او شخصيات اسلامية اللي كنا نشوفه مثلا بهديك الفترة انه حتى اليسار اللي عم بحكي بالديمقراطية عم بحكي بالحوار هو حقيقة غير قابل بالحوار يعني انا شفت معارضة كبيرة جدا باوائل التسعينات من تيارات يسارية نتيجة مبادرة شخصية قمت فيها بدعوة الاستاذ جودة سعيد لندوة حوارية بالجامعة كانت بكلية الطب وايضا نفس الشيء شفته وقت اللي دعيت الدكتور محمد شحرور بالجامعة باوائل التسعينيات لندوات حوارية كان ينتابني شعوره انا كنت اشتغل ضمن حزب سياسي معارض بين قوسين يساري كان ينتابني احساس انه هذا اليسار غريب عن مجتمعه يعني ما بس الاسلاميين في في شكل من اشكال التقوقع ايضا اللي بيتسموا بين قوسين علمانيين هن ايضا كان في عندهم شكل من اشكال التقوقع واللي كان يظهر بالنسبة الي انه يعني فيه جهل بطبيعة المجتمع او في عدم رغبة بالتعرف الى المجتمع السوري بتفاصيله ودقائقه المختلفة فكنت شوف مثلا يساريين هن ايمان هن الشخصي وبيعرفوا وكنت فعلا اطرح هذا التساؤل انه انا ليش بشوف عندك بالبيت صورة ماركس او انجليز او لينين وما بشوف عندك صورة الكواكبي مثلا او صورة والله لشخصيات وطنية سورية فايضا هذا اليسار هو بعاني شكل من اشكال التقوقع وحالة الاغتراب بعام 2005 بدأنا بمشروع بالمعارضة داخل سوريا بالتجهيز لاعلان دمشق وحقيقة كان يعني سر نجاح هذه التجربة بهذاك الوقت انه اللي قاموا فيها مجموعة مصغرة وقاموا فيها بهدوء على مدار يعني اربع خمس اشهر واحدة من النقاط المهمة جدا اللي جرت الاتفاق عليها بهاي الحلقة المصغرة اللي بدأتعد لاعلان دمشق هي التواصل مع الاسلاميين والتواصل مع القوى الكردية فكان اعلان دمشق هو اول الحالة معارضة في سوريا تضم قوى يسارية من انتماءات مختلفة وتضم قوى كردية وتضم تيارات وقوى اسلامية بذكر بفترتها قسم من اليسار في ذلك الوقت واللي هو اليوم فاقع في سوريا انا بالنسبة لي ما كانوا مفاجئة هدول بالضبط لاني بعرفهم من هذاك الوقت كتبوا بشكل مكثف ضد اعلان دمشق نتيجة سطرين او ثلاث اسطور تحدثت عن الاسلام بوصفه مرجعية حضارية ضمن نص اعلان دمشق هن نفسهم اللي هن خلال فترة الثورة من اليوم الاول حددوا موقف عدائي ضد الثورة السورية وانا حتى بوقتها يعني كتبت مقالة عن هذا اليسار سمينات سميت هن العلمانيات الطائفية او هي العلمانيات اللي بالاصل طائفية لكن تتستر بقشرة علمانية وهذا شفناه خلال فترة الثورة السورية وحتى على امتداد المنطقة العربية بكل الربيع العربية هلا من الملاحظات اللي كنت شوفها يعني بحواري مع الاسلاميين التنويريين كنت شوف انه ضعف منطق الاسلاميين التنويريين بالاوساط الاسلامية يعني بمعنى انه معظم اللي بيسمع للشخصيات الاسلامية التنويرية هنه شخصيات تنتمي الى الاطار العلماني ففي ضعف باكتساح باكتساح هذا التيار التنويري الى ضمن اوساط الاوساط الاسلامية هلا اذا بدي ايجي مشان ما طيل على ميزة او الميزات او الخصائص المقاربات الحوارية او بشوف اول ميزة يعني حتى ننتج حوار صحي الان ومستقبلا يفترض انه نفهم فعلا هذا الحوار او تجارب هذا الحوار شو هي الاسس اللي قامت عليها او شو هي عيوبها خلال فترة الماضية فانا بشوف اول نقطة او اول خصيصة من هي المقاربات الحوارية هي تأثير ميزان القوى بمعنى انه ميزان القوى بيلعب دور في تحديد طبيعة وشكل الحوار فما عم بيكون هذا الحوار خاضع بشكل خالص او او بنية صافية للعقل او للمحاججة العقلية بقدر ما بيكون خاضع لميزان القوى وميزان القوى هاد غالبا يختزل الى جانبه العسكري يعني بذكر مثلا الشيخ مصطفى السباعي كتب كتاب اسمه الاسلام دينه الاشتراكية يعني منشوف لما كان ميزان القوى ماشي مع اليسار ومع المناديم بالافكار الايدولوجية الافكار الاشتراكية كانوا الاسلاميين يسعوا للاقتراب حتى في احاديثهم او في كتاباتهم من الفكر من الافكار العلمانية هلا لما اجا اصبح في ما يشبه السيطرة للقوى الاسلامية والتيارات الاسلامية على المناخ الثقافي والسياسي بالمنطقة العربية اصبحنا نشوف العكس يعني لما قلب ميزان القوى صرنا نشوف العلمانيين اذا بدهم يقنعوا الاسلاميين بشيء فكانوا يستخدموا مفردات من داخل الدين الاسلامي انا بشوف من المهم جدا اخراج هذا الحوار خارج دائرة ميزان القوى خصوصا لما بيكون ميزان القوى هذا ميزان عسكري ايضا من المهم انه نشوف مثلا اليوم بالوضع بسوريا ما نشوف فقط الكتلة اللي بين قوسين الثورية بدنا نشوف الكتلة الانتخابية باي مجتمع من المجتمعات يعني هذا الحساب العقلي والواقعي والمنطقي اللي يفترض يخلينا انه ما فقط اللي اليوم بارز على السطح هو اللي بده يحدد مستقبل سوريا اللي بده يحدد مستقبل سوريا هو تلاتة وعشرين مليون سوري هدول اللي منسميهن الكتلة الانتخابية لما منفكر بهاي الطريقة منخرج خارج دائرة فهم السياسة كمنطق غلبة ومنطق هيمنة وسيطرة هاي واحدة من ميزات هاي التجارب الحوارية الميزة الثانية انه معظم المقاربات الحوارية ما بين يعني دايما بدي اذكرها بهالطريقة تحفظي على التسميات يعني لكن للسهولة ما بين الاسلاميين بين قوسين وما بين العلمانيين ايضا بين قوسين هاد الحوار كان في معظمه ايدولوجيا يستند الى الايدولوجيا المتخمة بالشعارات اكثر من استناده للسياسة وللمصالح الواقعية الايدولوجيا بتبني خنادق وبتبني معسكرات متقاتلة ما بتبني جسور وصل اللي بيبني جسور وصل هو ذهابنا باتجاه السياسة بالسياسة منتعلم التقاط القواسم المشتركة منتعلم التسويات منتعلم الحلول الوسط وللأسف هذا الامر نحن من روح باتجاه اي حوار الى الشق الايدولوجي يعني مثل اللي بيكون عم بيخاطب الاخر بمنطقه الداخلي فالاخر ما رح يسمعك فبالتالي بيكون هو حوار عمليا ما حدا بيسمع حدا هلأ الميزة الثالثة من المقاربات الحوارية هي خلط المفاهيم يعني كان يحكي عبدالله العروي انه المفاهيم لا تساعد في فهم الواقع انما على الاقل تخلص الباحث من التساؤلات الزائفة في ميدان الفكر والمعرفة كثير في خلط بالمفاهيم اللي عم نستخدمها ويعني هلأ الغريب انه خلال هالسنوات الخمسة الماضية ما جرت حالة حوار حقيقية تبدأ بوضع الحد على المفاهيم بمعنى انه نفهم هاي المفاهيم اللي عم نستخدمها بحوارنا شو معناها عندك وشو معناها عندي وشو معناها عند الاخر الاخر هلا هاد عدم الاتقان او وضع او الاتفاق على المفاهيم بوصلنا بالاخير لحالة من التنميط يعني بمعنى بصير في عنا صورة باذهاننا للاسلاميين معممة وصورة للعلمانيين ايضا معممة وارتباط ايضا هذه المفاهيم بتجارب مشوهة يعني الاسلاميين يأخذون على العلمانيين مثلا انه يعني تجاربكن العلمانية واضحة في عندكن النظام السوري وعندكن النظام صدام حسين وغيره هاي هي التجارب العلمانية التي يعتد بها طيب العلمانيين ايضا بياخدوا على الاسلاميين التجارب بدءا من التجربة السعودية ولا التجربة الايرانية ولا تجربة حزب الله ولا تجارب داعش ولا النصرة ولا غيره انا باعتقد كثير مهم انه هاي المفاهيم يجري التوافق عليها يجري حوار دقيق وحقيقي حولها يعني مثل مفهوم الدولة يعني نحنا مننهك نفسنا بصفة الدولة بالحديث عن صفة الدولة هل هي اسلامية ولا علمانية ولا شيطانية ولا الجن الازرق ومننسى انه نحكي عن المفهوم الاصل اللي هو الدولة مفهوم الشعب يعني حقيقة ما واضح باذهاننا نحنا عم نعتبر انه مفهوم الشعب هو مفهوم بديهي لا هو ما مفهوم بديهي وهو ما مفهوم اكتمل وانتهى مفهوم الشعب هو مفهوم سياسي طالما هو مفهوم سياسي فمعناها يصنع صناعة وكونه يصنع صناعة معناها هو قابل للاخذ والعطى ولإعادة التعيين في اي لحظة زمنية يعني بذكر باجتماع القاهرة الاجتماع الاخير اللي صار بالقاهرة ب2 و3 تموز 2012 بدعوة من جامعة الدول العربية كنت ضمن لجنة الصياغة هذا الاجتماع اللي حضره 235 شخص من المعارضة فكنت ضمن لجنة الصياغة وهي اللجنة فيها بين الـ 12 والـ 15 شخص بمثل القوى والتيارات وهنا اللي بدون يصيغوا الوثيقة النهائية اللي تعرض على مؤتمر المعارضة فكان فيه ممثل عن الحركة التركمانية عن القوى الكردية عن هيئة تنسيق عن المجلس الوطني الى اخره يعني كانت النكتة حقيقة انو وصلنا بالحوار لطرح مشان ارضاء الكل انو الشعب السوري يتألف الشعب السوري من الشعب العربي والشعب التركماني والشعب الكردي والشعب الشركسي والشعب الآثوري مشان نرضي الكل وحقيقة هي هي نكتة وللأسف لحد اليوم يعني نحن مستمرين فيها يعني ما قادرين نحدد شو مفهوم الشعب دقيقتين معك حزين النقطة الرابعة باختصار انو هذا الحوار متمحور حول الهوية يعني الحوار بين العلمانيين والاسلاميين بل بين جميع القوى السياسي دائما هو حول الهوية خارج صياقات ارتباطة بالوعي الكوني يعني اليوم مثل ما حكى الدكتور احمد ما فيك تعيش لوحدك يعني حتى لما بدك تعرف نفسك انت الهوية شو هي هي بتعني شو نظرتك لنفسك شو علاقتك بالاخرين شو نظرتك للعالم انت ما فيك توصف نفسك بمعزل عن العالم من دون الوعي الكوني لا يمكن بناء هوية اذا ما تم النظر لهاي الهوية على انه هي كائن متجدد فهي الحوارات بين الاسلاميين والعلمانيين وغيرها فهي طريقة مسدود الخامس الميزة الخامسة هي انه معظم الحوارات ما بين الاسلاميين والعلمانيين مبنية على التلفيق يعني بمعنى انا بشعر انه فيه تواطئ غير معلن الطرفين بيعرفوه وبيحسوه ضمنا وبيسكتوا عنه باي حوار يعني متل انه نحنا منعمل تسوية نحنا منضحك عليكم شوي وانتو بتضحكوا علينا شوي منضراضة مشان نمشي الموضوع متل كيف مصطلح الدولة المدنية اللي هو هذا المصطلح اول ما استخدمه الشيخ محمد عبدو الاسلاميين كيف يفهموا هذا المصطلح الدولة المدنية انه هي الدولة الاسلامية دولة المدينة والعلمانيين كيف يفهموا انه هي الدولة اللي فيها المجتمع المدني الحداثة الى اخره هلا منتواطع على هذا المفهوم منه مشان نمشي الامور ونسهل الاتفاقات لحتى متل ما صار بمصر لحتى بعد بفترة لاحقة بتنفجر هاي الامور وهاي الخلافات ضبط المفاهيم والاتفاق عليها نقطة في غاية الاهمية لحتى نوصل لحوار يعني فيه من الصدقية وفيه من الانتاج يعني ما بدنا حوار تمشاية حال نقطة ايضا مثال اللي هي الديمقراطية يعني انا برأيي الديمقراطية بتيجي بعد العقد الاجتماعي واي حالة ديمقراطية ما بتيجي للانقلاب على العقد الاجتماعي يعني في ظاهرة دايما منحكي فيها انه الاسلاميين يتخذون او بعض الاسلاميين يتخذون من الديمقراطية سبيلا الى الوصول الى السلطة من اجل ان ينقلبوا فيما بعد على الديمقراطية وغيرها مثل مسألة تعديل الدستور انا برأيي الدستور كتير في فهم خاطئ له الدستور هو العقد الاجتماعي بالضبط الذي يمثل الحد الادنى من القاسم المشترك ما بين السوريين او في اي مجتمع اخر هذا لا يجز الانقلاب عليه الديمقراطية الى مساحته ما بعد هذا العقد الاجتماعي بتغير مواد بالدستور الى اخره لكن بشرط الا تمس هذا العقد الاجتماعي العقد الاجتماعي الي اليوم مثلا بسوريا الذي هو الحد الادنى المشترك ما بين السوريين انه نحن سوريين يعني هاي الصفة هي تمثل محور العقد الاجتماعي الجديد نصف دقيقة اخيرة يعني بدي اختم بنقطة كتير مهمة اكيد النظام وحزب الله وروسيا وامريكا وغيره كتير فينا نحكي بالمجال السياسي بشكل واسع جدا انه هنه سبب الكارثة اللي نحن اليوم موجودين فيها لكن ايضا انا برأيي في نقطة جدا مهمة انه سوريا لم تتوافر على نخبة السياسية ثقافية حقيقية اسرائيل فيها كل زبالات الدنيا لكن فيها نخبة سياسية ثقافية فيها اصوليين وفيها تطرف وفيها 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 لكن فيها نخبة سياسية ثقافية هاي النخبة السياسية الثقافية ما المقصود فيها لا يساريين ولا اسلاميين ولا علمانين ولا غيره مقصود فيها انه هاي النخبة السياسية والثقافية اللي على الاقل تعي انها تعيش في اللحظة الراهنة في العصر الراهن يعني مارتن لوثر وجان جاكروسو كانوا الاثنين ماشيين بطريق واحد على الرغم من انه هاد باتجاه وهاد باتجاه وانا اليوم لازلت مقتنع انه من دون شخصيات سورية من داخل الجامع متنورة وصوتها يلاقي صدى حقيقة ما في مستقبل لنا ومن دون هذا التماسك استنادا الى عقد اجتماعي وطني سوري ما ممكن انه يكون في هذا شي نسميه نخبة وطنية سياسية ثقافية سورية وما ممكن انه نوصل لعقد اجتماعي ولا نبني وطن شكرا